السلام عليكم. زيكوا حبيبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير. والسلام انتم طيبين. النهاردة بقى هنضفوا المنبار مع بعض. المنبار بتاعنا هيبقى زي القشرة زي ما نشايفين كده. اي بنوطة بتعرفش تنضف المنبار او اي واحدة المتجاوزة جديد ولسه معرفتش تنضف المنبار هنضفه معاك بطريقة سهلة وبسيطة جدا. بدون اي مواد هنحطوه عليه. مش هنستعمله غير شوية الميا والملح واللمون اللي انت شايفاني بحضرهم دول. تمام? آآ بداية خلني افكركم باشتراك في قناة في قناة غدا زين وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا اشعر بكل الفيديوهات الجديدة. آآ المنبار بتاعنا زي ما انتم شايفين كده آآ جاي لي زي ما بتشتريه من عند الجزار بيبقى بس مفضي اللي هو الفضلات اللي فيه. آآ وعطولك بالشكل ده. انا بدخل برضو في الميا مرتين كده ولا حاجة? علشان خطر اضمن ان هو نضيف خالص. تمام? آآ في البداية انا بعمل مقدمة وبستلم عليكم كنت بحط آآ بولا كده. حاطيت فيها ميا وحاطيت فيها آآ ملح ولمون فقط لغير. مش هنض يعني مش هستخدم غير ملح ولمون بس في التنظيف. وحتشوفوه هيبقى زي الاشتراك. تمام? اول حاجة بعملها بعد ما شطفت المنبار بتاعي آآ من جوة. حبدأ آآ اشيل الدهن الزيادة. الدهن دوت آآ احنا بس هنقللهه. علشان خاطر آآ لما اجي لضافه ما يعكسنيش في التنظيف. ولكن انا مش هشيله بنسبة مية في المية. انا هشيل جزء آآ من الدهن وحسيب جزء لان الدهن دوت انت لما بتيجي تحشيه. آآ هنقلبه طبعا ونخلي جزء بتاع الدهن دوت لجوة. فلما باجي احشي المنبار. الدهن ده بيسيح مع الرز بيدي طعام حلو جدا. فانا بس مجرد بخف الدهن دوت وبشيل جزء منه. لو عندك مقص حامي تقدري ان انت تقسقصيه بدل ما تشديه زي ما انا بشده كده. لان ممكن انت بتشديه كده آآ المنبار يتخرم منك. تمام? فلو انت عندك مقص حامي حاول ان انت تقسقصيه بس ما تجيش ناحية آآ المنبارة نفسها علشان ما تقطعهاش. انا عشان المقص اللي معي مش حامي فشدته بالطريقة دي. تمام? هخلص كل كمية المنبار بتاعي. بنفس الطريقة دي ان انا اشيل الدهن الزيادة. وبعد كده حواريكم بقى الطريقة السهلة جدا اللي هنضف بيها المنبار من جوه. تمام? خلص كده شلت الدهن اللي انا آآ يعني الزيادة وتبقى برضو جزء اهم من الدهن. هشتفه شطفة كده. وابدع بقى اقلب المنبار. انا بقلبه بطريقة سهلة قوي وبسيطة. بصوا بقى ليه بص دي? انا بمسك المنبار كده. وقوم لفاه على سبعين دول كده. البي كده على سبعين دول. وادخل المية فيه. بقى فتحة الحلفية. وباليدي التانية بدخل المنبار بتاعي في الفتحة اللي انا عملتها. تمام? المية هتساعد معي ان هو لما بيتمقى المية وانا بدخل بقية المنبار كده. اهو بصوا بصوا من تحت آآ تحت ايديا شايفين اللي حصل ايه? ان المنبار كله تقلب اهو معي. بعد ما دخلت كله اهو هبدأ املمية واسحب بقى كده اهو المنبارية كلها تقلبت. لو انت هيبقى صعبة عليك ان انت تقليبيها بطولها كده ممكن تقطعيها حتة يعني ايه? حوالي نص متر. تمام? اهو تقليبي على السبعين كده. اهو تنزل المية جواه وبالايد التانية تدخلي المنبار بتاعك عبي شوية مية وتسحبي اهو بمنتهى سهولة. ولا استعملت بقى مقص ولا سكين اهو شايفة ناس بتقلب بمقصات وبسكاكين وبمسان لأ. علابت اهو. ابدأ ادخله كده. وعلابت اهو بالطريقة دي سهل جدا. بعدين حبدا بقى اه اه اقصه شوية يعني اه كل حتة هتبقى طولها اه حوالي تلاتين سنتي كده. واقوم قصها علشان يسهل علي طريقة التنظيف. حبدا بقى يعني اهم مرحلة اللي هو تنظيف المادة اللازجة اللي فيه. عندي جلدة انبوبة تقدر يتجبيع من اي مكان. جلدة الانبوبة دي هي اللي هي ما هي اللي هتنظف لي كل حاجة. بدخل طرف المنبارية فيها. وابدأ اجر كده كل اللي فيها بصوا نزل هي. اعملها مرة تانية من الطرف التاني. تمام? وابدأ اصحب كده. شايفين? كل بقى المادة اللازجة اللي فيها دي. اهي تلات. اعمل واحدة تانية معاكم. اهو من طرفها. اعديها جدك جلدة الانبوبة. واسحب كده. شايفين? اهو. خلي بالك علشان الاجزاء اللي فيها دهنة هتحس ان هي ايه اه بتعصلك معيك شوية. فبالراحة. وانت بتسحبي. اهبص كل المادة اللازجة نزلت اي. اجيبها بقى من الطرف التاني. اصحبها في الاتجاه التاني مرة كمان. اهو. شايفين? لو في حتة فيها دهن. حاول ان انت بس ايه تعديها بالراحة كده. بس كده خلاص اهي نضفت اه بكل سهولة. شايفين المادة اللازجة نزلت معي في الطبقة التانية. هكمل كل المنبار بتاعي بنفس الطريقة دي. بعد ما خلصت الكمية كلها جبت مية وحطيت فيها شوية ملح. وآآ نزلت بها في المنبار بتاعي وبدأت ادعاكه كده فيها. بصوا اي زيادة في آآ الملح بيدوب اي حاجة بيدوب المادة اللازجة دي خالص. آآ بصوا المنبار والله والله هو كده بجلدة الانبوبة بس. انا بقى اعمل ايه بقى? هعيد عليه كده بضهر السكينة بضهرها مش مش بستلن الحيمة عشان ما يتقطعش. عشان لو في من ناحية الاطراف او اي حتة فيها اي مادة لازجة ما نزلتش معي يبقى انا كده ضمنت ان هو فل شامعة منورة وتكليه وانت يعني مش شكة في اي حاجة. تمام? اهو شايفين? واقلب كده? اعمل واحدة تانية معاكم. بعدين اهو هشتفوا وبصوا هدخل في مية وحوره لكم ان هو نظف تماما. بصوا. بصوش المنبار بقى بتاعي ان ديف ازاي? شايفين? اهو. بقى شامعة. والله هو كده بجلدة الانبوبة بس. وحطيت عليه اي حاجة. عملته بجلدة الانبوبة وبعدين حطت دعاكته بمية وملح وبعدين قمت عايد عليه بالسكينة. اهو. باخد كده. واقعيد عليه بسرعة بقى بسرعة خالص. ما ازاي لو حكتيب السكينة من الاول من قبل ما تعمليه بجلدة الانبوبة. تمام? عشان لو في اي حاجة بسيطة خالص يبقى انا كده ضمنت ان هو نظيف تمام. بعد ما خلصت كده اقلبه على الجنب التاني. تمام? واسحب برضو. اهو. يبقى انا كل اللي استعملته في الموضوع ده ايه? جلدة انبوبة. وشوية مية وملح ولمون. بس. حشطفها برضو تحت الحنفية اهو. دخل فيها المية بص شايفين الدهن جواها هو. تمام? وآه حواليكم بصوا نجيف بقى زي الفل زي الشمع. بس. حبدأ بقى احطه في المية الممالح ولمون اللي انا حضرتها في اول الفيديو. حسيبه فيها نص ساعة يتنقى. بعد نص ساعة ده كان شكله. بصوا زي الاشتاء. هاشطفه بقى من المية الممالح ولمون دي من جوة ومن برة. واسيبه يتسفى وبعدين هقطعه بطول عشرة سنتي علشان احشي. هسيب لكم في صندوق الوصف فيديو آآ خلطة المنبار. وطريقة عميله. تمام? آآ يارب يكون الفيديو النهاردة عجبكوا واستفدتم الطريقتي في تنظيف المنبار والبنات اللي ما بيعرفوش ينظفوا المنبار. او اي واحدة لسه ميجاوزة جديدة ما بتعرفش استفادت. ما تنسيش بقى تحطيلي لايك وتشتركي في القناة. شكرا لكم ولو متابعتكم.